ينضم إلينا الآن من أمان مستشفى شهداء الأقصى مراسل العربي باسل خلف باسل أهلا بك ما الذي يتوفر لديك من معلومات حتى اللحظة فيما يخص آخر الغارات والاستهدافات في القطع سونيا منطقة خانيونة استحديدا نحياتها الغربية هي أكثر اشتعالا الآن بعد تقدم قوات الاحتلال ألياته إلى منطقة شارع البحر وهناك إطلاق نار كثيف عدد من الشهداء والإصابات صعوبة في وصول سيارات الإسعافة إلى المنطقة يبدو أن الاحتلال يحاصر أحد أشياء لهات السياحية في تلك المنطقة وهناك أيضا مقر مؤقت لمنظمة أطباء بلا حدود قريب من منطقة العمليات حتى اللحظة لم يعرف مصير لا الوفد الموجود بداخله ولا الأطباء المرافقين لهم من الفلسطينيين الأطباء المحليين الفلسطينيين وحديث أيضا عن وجود حركة لأليات الاحتلال في الناحية الغربية لمنطقة خان يونس هذا الشارع هو الشارع الوحيد الذي يربط رفاح وخان يونس بمناطق الوسط وبالتالي قطع الاحتلال أو وصول أليات الاحتلال إلى هذه المنطقة يعني قطع الطريق بين منطقة الوسط دير البلح، أنصيرات المغازي البريج ومنطقتين المصدر والزوايدة عن خان يونس ورفح لأن طريق سلاح الدين مغلق منذ بدء عمليات الاحتلال في منطقة خان يونس وهذا يعني أن قطع غزة الآن في هذه الساعة مقطع إلى ثلاثة أجزاء غزة والشمال لوحدها الوسط لوحدها وخان يونس ورفح لوحدها طبعا هل ستستمر الآن الأهم أو الأكثر أهمية بالنسبة للناس هل ستستمر عملية الاحتلال على طريق البحر لعدة ساعات أو لعدة أيام أم ستكون عملية محدودة في هذه المنطقة خاصة أنها تحاصر إحدى الشريهات ربما تكون عملية خاطفة كما حدث في مرة سابقة حينما اعتقلت عشرين فلسطينيين من أحد الشريهات السياحية وهذه منطقة مطلة على شاطئ البحر أم ستكون عملية أطول من ذلك خاصة أن الاحتلال لم يحذر قبل ذلك بأنه سيصل إلى هذه المنطقة على الرغم أنه كان بعيدا عنها مسافة كيلومتر ونصف إلى كيلومترين عند محيط جامعة الأقصى والمنطقة التي يتوغل فيها أصلا منذ أسابيع تالي هذا هو الحدث الأهم في منطقة رفح أيضا هناك خمسة شهداء وعدد من إصابات وصلوا إلى مستشفى بيوسف النجار من جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي الجنينة وأيضا في حي السلام كان هناك استهداف خلال العشرين دقيقة الماضية تالي غرتاني على رفح أدتا إلى هذا العدد من الشهداء والإصابات هناك أيضا شهداء تم نقلهم من خانيونس إلى مستشفى بيوسف النجار خلال الساعتين الماضيتين ستة شهداء ومعرفنا وعملية إجلاء المصابين وانتشار الشهداء من خانيونس صعبة معقدة حيث يصلون إلى منطقة نقطة طبية للهلال الأحمر وإذا كنا نتحدث عن اقتراب آلية الاحتلال فربما تكون وصلت إلى محيط هذه النقطة الطبية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني دير البلح لم تكن بعيدة عن الغرات وهي منطقة وهي ومناطق وسط قطع غزة أربع غرات قاتلة كانت ساعات نهار هذا اليوم وفي الليل آخرها كان هداف منزل لعائلة خطاب وأدى ذلك إلى سقوط ما لا يقل عن عشرين شهيد وصلوا إلى هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى موجودين الآن في ثلاجات الموتى وعلى بابها وسحتها بالإضافة إلى عدد كبير أيضا من المصابين اليوم المستشفى استقبلا ما لا يقل عن أربعين شهيدا وهناك عدد من الشهداء تحت ركام المنازل سواء في المخيم الجديد حيث المربع السكني الذي استهدفه الاحتلال أو منطقة الحسينة منزل لعائلة النواري وأيضا غارة أخرى في مخيم النصيرات في بلوكسي وهذه الغارة الأخيرة على منطقة دير البلح تحديدا منطقة الحكر منزل عائلة خطاب ومجزر جديد يرتكبها الاحتلال مدينة غزة لم تكن بعيدة عن هذه الغارات ولا لاستهدفات وتحديدا ناحيتها الجنوبية الشرقية حي الزيتون ودعيني أقولك أن معظم البلاغات التي وصلتنا من سراء القدس وكتاب القسام تتحدث عن مواجهات واشتباكات بينها قوات الاحتلال والأليات أو بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين في تلك المنطقة بلغت كتاب القسام تتحدث عن اشتباك من مسافة صفر عن تدمير الأليات الاحتلال في تلك المنطقة مع تهديد الفلسطينيين بالنزوح لكن لا خيار للناس ينزحوا إليه لا بجهة الغرب محيط مجمع الشفاء لأنه الوضع الصعب للغاية ولا باتجاه الجنوب لأنه آليات الاحتلال موجودة في منطقة مفترق الشهداء نتسريم ونحيتها الشمالية طريق الواصل إلى منطقة أيضا دور الكويت في مدينة الزهراء هناك شهدان اليوم باستهداف مباشر لطابق علوي في أحد المنازل منازل المواطنين وعدد من الإصابات وبعد ساعات استطاع بعض المواطنين إجلاء المصابين وانتشار الجثامين الشهداء الذين وصلوا إلى هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى وإصابات وصلت إلى مركز العودة الصحي غربي مخيم النصارات للاجئين وبتالي نتحدث عن عدد كبير من الشهداء والجرحة مع السمرار للسهدافات والعنوان الآخر والأخير في حديثنا الآن هو المجاعة التي يتعرض إليها الناس في غزة والشمال من دون أي استجابة وقليل من المساعدات تصل مع كثير من الاحتياج بالنسبة للناس سونيا هذا ما كنت سأسألك عنه باسل اللجوع باسل تصلنا فيديوهات كثيرة نتابعها عن سكان الشمال يتحدثون عن عتبات غير مسبوقة من الجوع يعيشها السكان هناك لو تفصل لنا أكثر ما المعلومات التي وصلتك من الشمال ومن غزة حول هذه الكارثة التي تتربص بسكان الشمال الناس يستمعون إلى توصيف كثير للحال التي يعيشونها من المنظمات الدولية سواء منظمة الأنروا أو غيرها من المنظمات ثم بعد ذلك حينما يأتي سؤال كيف ستكون الاستجابة لهذه المناشدات والوضع الخطير نجد أن الاحتلال أولا يعرقل أي حركة للشاحنات 77 شاحنة أو خطة لدخول 77 شاحنة منذ بداية العام الجاري يدخل منها 12 شاحنة وبالأمس وأول الأمس تدخل شاحنات قليلة حتى اليأسين من الناس وصلوا إليها في منطقة شارع الرشيد أطلق الاحتلال عليه من نار بعض المواطنين استطاع الحصول على أكياس الطحين ومن قبلها بيوم أيضا بعض المواد الغذائية المعلبات ولكن هذه لا تصل لجميع الناس هناك لأن الاحتلال يأخذ وقتا طويلا حينما يعطي الضوء الأخضر من أجل دخول هذه الشاحنات النحية الأخرى أن الناس أصلا لم يجدوا ولا يجدوا فيها الأسواق أي بضاع يشترونها مناطق الزراعية التي تعد السلة الغذائية لمدينة غزة وقطع غزة عموما شرق الشجاعية شرق جباليا شمال قطع غزة بيت لاهي وبيت حنون هذه مناطق كان بها مزروعات وأراضي زراعية يعني كان يمكن لو كانت موجودة أو سهل الوصول إليها أن توفر ولو أقل القليل للناس الآن هذه صعب الوصول إليها أصبحت بقوة الاحتلال منطقة عازلة لا يستطيع حد الوصول إليها بل ويطلق النار واليوم استهدف الاحتلال المسجد حتى مسجد رياض الصالحين في منطقة مخيم جبالي ومتالي قليل من الشاحنات التي يدخل ونداءات كثيرة يوميا من دون أي استجابة لهذا الواقع ودعيني أقول لك الناس يذهبوا إلى شارع الرشيد أو دوار الكويت وهذين المفتحين بالنسبة لغزة من جهة الغرب ومن جهة الشرق وحينما يصلوا لهناك كثير منهم لا يعود بأكياس الطحين وبعضهم يعود شهيدا إلى عائلته كما حدث بالأمس أن استشهد فلسطيني حينما كان ذاهب لتوفير هذا الكيس كيس الطحين الذي إن توفر فهو بأسعار مرتفعة تفوق قدرة الناس لأنه غير موجود أصلا في مناطق غزة والشمال شكرا جزيلا لك باسل خلف مرأس للعربي كنت معنا من أمام مستشفى شهداء الله حنال شكرا جزيلا لكم